أهلا بكم أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب البرنامج الذي يدعمه تسهيل الصندوق الممدد بما يتيح صرف 148 مليون دولار مباشرة للحكومة وموفقته تعديل موعيد صرف الدفعات لدعم احتياجاته في أعقاب جائحة كورونا الصندوق قال في بيان صحفي عقب مناقشة وإقرار المجلس التنفيذي لنتائج المراجعة إن الجائحة تركت آثارا سلبية على الاقتصاد الأردني فارتفعت البطالة إلى أعلى مساوياتها القياسية كما اتسعت معدلات عز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية وأكد صندوق أنه بالرغم من قدرة الحكومة على تصدي بالوقت المناسب للتحديات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة ما زالت مطالبة بوقف تزايد الدين العام والمحافظة على سلامة نظام ربط العملة وتعجيل وثيرة الإصلاحات بقطاع الكهرباء وتعزيز سوق العمل وبيئة الأعمال كما أكد على ضرورة أن يتم التركيز على استراتيجية الحكومة على تنفيذ إصلاحات في السياسة والإدارة الضريبية ووضع حد للضغوط من قطاع الخدمات العامة وتحسين مناخ الأعمال والحد من البطالة إضافة إلى البدء في مراجعة أكبر اتفاقية شراء للطاقة وأكد وزير المالية دكتور محمد العسعس في تصريح صحفي أن إقرار المراجعة الأولى رسمياً يؤكد التزام الأردن بإجراء إصلاحات هيكلية تساعد على التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو ما يمثل مؤشراً سينعكس إيجاباً على ثقة المانحين والمستثمرين والأسواق العالمية رصد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 عدداً من المخالفات والتجاوزات في عدة مؤسسات ودوائر حكومية تتمثل بالتجاوز والتطاول على المال العام بعضها تم استرداده وبعضها ما يزال قيد المتابعة من قبل لجنة الوزارة المكلفة رئيس ديوان المحاسبة خلال اتصال هاتفي مع رؤية قال إن أغلب الوفرات المالية التي كشف عنها التقرير تحققت من خلال فروقات ضريبية أو جمهوركية حيث بلغ إجمال ما تم توفيره 123 مليون دينار أغلب المخالفات حجماً بالنسبة مبالغها عبارة عن الإرادات الضريبية والجمهوركية كانت كما تعلم التحقق الإرادة ومراجعته وتطيقه أكثر صعوبة من التحقق من المصاريب هناك جانب المصاريب لكن الغالبية العظمى من الوفرات حققت من خلال مراجعات ضريبية وجمهوركية وبالتالي عدت إلى وفرات في تحقيق الإرادة طبيعة هذه المخالفات تعرف أنه في تقديرات إخرارات ضريبية تقدم المكلفين أو في بينات جمهوركية تخضع إلى مراقبة ومراجعة ديوان المحاسبة وبعض من هذه التقارير الضريبية أو الأخرى قد تؤدي إلى نتيجة سفرية ولكن بعد مراجعة هذه التقارير الضريبية أو يتم التحقق منها وإعادة تقدير المبالغ ينجب عنها وفرات أو تحصيل زيادة في الإرادة العامة أصدرت الحكومة اليوم أمر الدفاع رقم 24 لسنة 2020 للمحافظة على استقرار العمال الأردنية بالقطاع الخاص وتخفيف الأعباء الاقتصادية على منشآت القطاع الخاص ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بالجائحة والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها بالعمل وينص أمر الدفاع إعادة العمل بتعليق تأمين أشيخوخة وفقا للأليات والمدد التي تحددها مؤسسة الضوان الاجتماعي وعلى استمرار العمل في برنامج الحماية والدعم من الضمان والتوسع فيها بموجب بلاغات يجدرها رئيس الوزراء بناء على تنسيب مدير عام المؤسسة إضافة إلى إنشاء برنامج استدامة للمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص بالتعاون بين الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي وتكون مساهمة الضمان من فوائد تأمين إصابات العمل وأكد أمر الدفاع 24 أنه لا يجوز أن تقل الأجور الخاضعة للاختطاع وفقا لأحكام قانون الضمان في الشهر الأول من العام المقبل عن الأجور الخاضعة للاختطاع في شهر كانون الثاني للعام الحالي في المنشأة ذاتها وذلك للمؤمن عليهم العاملين في المنشآت المستفيدة من أمر الدفاع أطلق وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار مع القطامين ستة خدمات إلكترونية مؤتمة لهيئة الاستثمار وتهدف الخدمات الجديدة التي أطلقتها بالتنصيق مع وزارة العمل إلى تسهيل الإجراءات والمعاملات التي يحتاج إليها المستثمرون مما ينعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية في الأردن والخدمات الإلكترونية الجديدة هي الموافقة على استبدال العمال القادمة من الخارج للعمال في المشاريع الاستثمارية والموافقة على استخدام العمال من الخارج للعمل والموافقة على استخدام العمال من داخل الأردن وتجديد تصريح العمل للعمال في المشاريع الاستثمارية والموافقة أيضا على طلب تغيير مهنة وتغيير مكان العمل من الضروري أن نتحول رقميا الهيئة تحولت رقميا وبدأت في التحول الرقمي وهي من المؤسسات السباقة حقيقة يعني فأطلقوا عدد كبير من الخدمات الرقمية اليوم هذه الخدمات لها علاقة بوزارة العمل يعني تجديد تصريح استقدام عمالة استبدال عمالة كل الإجراءات هذه لها علاقة بوزارة العمل الحمد لله استطيعنا أن ننجزها بحيث أنه ما يجيش على وزارة العمل ومن خلال المفوض الموجود الآن لوزارة العمل في الهيئة أيضا ما يجيش عليه كله إلكتروني الهدف الرئيسي من الأتمة بشكل عام هو التسهيل الإجراءات على المستثمر وتسريع الإجراءات بحيث لا يحتاج أن يجي على الهيئة ويقدم المعامل ورقيا وبالتالي موضوع الأتمة هذا يخفف على المستثمر أولا ويخفف على الهيئة وزي ما ذكرت تسريع الإجراءات الخدمات الأطقناها اليوم هي ست خدمات تتعلق بمفوض وزارة العمل هي تتعلق بأنواع مختلفة من التصريح أو نقل إقامة أو نقل مهنة إلى آخره طبيعي هاي المشاريع القائمة حاليا ولي بيستطيع من خلالها المستثمر أنه يقدم على هاي الطلبات إلكترونيا دون الحاجة إلى القدوم إلى الهيئة بهدف بناء القدرات المؤسسية في المحافظات والبلديات أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي دليل اشتراك المواطنين في عملية تحديد وتقييم الاحتياجات على مستوى الإدارة المحلية اللا مركزية أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي أكد حرص الحكومة على الاستمرار في دعم مشروع اللا مركزية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي عايشتها المملكة في السنوات الأخيرة ضمن الإمكانات والموارد المتاحة وجدية الحكومة في مراجعة نسخة قانون الإدارة المحلية وصولا إلى صيغة توافقية تلبي متطلبات الأطراف الشريكة وتعالج التحديات التي واجهت عملية التطبيق التقرير خرج بجملة من التوصيات خمسة عشر توصية تتركز في قدرة الإدارات المحلية على التخطيط والتواصل مع المجتمع المدني مع القطاع الخاص تطوير العلاقات ما بين البلديات ومجالس المحافظات والمجالس التنفيذية في إطار التخطيط أيضا عن التواصل مع أصحاب المصلحة جميعهم على مستوى المحافظة للمشاركة في اتخاذ القرار وعدد من التوصيات اللي لها علاقة في موضوع تحسين نوعية مخرجات متطلبات التنفيذ اللامركزية اللي هي أدلت الاحتياجات الخطط التنفيذية والاستراتيجية للمحافظات وموازنات المحافظات التالي في سبيل عبادت تنفيذ صدريق ومtro